هذا هو مركز القيادة والسيطرة للثورة الموالية لروسيا في سلوفيانك حصلت سيانان على فرصة للدخول خلف الحواجز الأمنية شريطة أن لا نظهر أي وجوه للعناصر المسلحة وأعلنت كييف المرحلة الثانية مما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب هذه الوحدات للدفاع عن النفس كما يسمون أنفسهم وهم يقومون بعمل التحصينات هذه إحدى المركبات التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني قبل نحو أسبوع وهؤلاء العناصر داخل مبنى الأجهزة الأمنية أو مبنى إدارة أمن الدولة واثقون تماما من إمكانياتهم لصد أي نوع من الهجوم إيفني جوربيك رجل عسكري سابق ويقول إن لديهم ألفي مقاتل جاهزون والكثير من الأسلحة إنها غنائم الحرب قدمها الجيش الأوكراني لهم إنهم يتواصلون وينسقون مع الجماعات الموالية لروسيا في المدن والبلدات الأخرى يقول جوربيك إنه تم إنشاء خطوط دفاع والتي يتم اختبارها عندما يقترب الجيش الأوكراني من حواجزهم على مشارف المدينة عندها يتم حرق هذه الحواجز ويكون ذلك بمثابة رسالة للمجموعات باقتراب العدو ويبدو أنها تعمل فالجيش الأوكراني انسحب في قاعدة جوية قريبة يملأ الدخان السماء بعد تدمير مروحية حسب وزارة الدفاع الأوكرانية بينما يقول آخرون إنه حادث ويعلو القلق على وجوه الحراس الأوكرانيين ويجادل السكان المحليون بأنهم لم يتدربوا على هذا الأمر كما أنه صراعا لا يريدونه والآن تبدو الجماعات المؤيدة لروسيا واثقة من أنها تستطيع الحفاظ على ما تسيطر عليه الآن على الأقل اشتركوا في القناة